اشتركوا في القناة هذا الامر من بين سائر الفرقاء ويعني هو بمحل اخر بيقول رئيس بري عليهم انه يطرحوا تلزيم البطاقة البيومترية ولكن للانتخابات المقبل في 2022 الوقت ضيق لطبع على كافة اللبنانيين يعني انتفت فكرة انه يلي مش قادر يروح على ضيعته بيقدر يعني بطاقة بيومترية اولا سؤالي لك دكتور احمر الوزير جبران بسيل ليش معارض التسجيل المسبق ومما يخاف تحديدا تقديرك لانه في تقدير حطه وليد شئير قبل ما اقرأ لك خلينا نشوف شو التقدير حطه استاذ وليد ممكن عنده معطيات اكتر او انا ما بعرف شو التقديرات عند الوزير الحشة بحسب وليد شئير ان هذا الامر يسمح بالضغط على حرية الناخبين المسيحيين القادمين من قرى للسناء الشيعي نفوذ فيها في البكاع والجنوب او من بلدات للحزب الاشتراك تأثير فيها مثل الشوف بيه وعليه ولكن الوزير بسيل يتفادى توضيح مقصده هذا من معارضاته للتسجيل المسبق بس بقدر انه في بعض المحلات المسيحيين خاصة نتيجة النزوحة والتهجير خلال القصري خلال الحرب في كتير الناس ما رجعت او رجعت اسميا يعني او رجعت عودة الوكاين يعني الى ضيعة اليوم اذا ما رجعت تسجل ممكن يكون في ضغوطات وانا في ملفات بتعرفي يعني انا بفهم هذا الهاجس شوية بتفهم هذا الهاجس شوية لانه الزعيمات المحلية بيزا عم يحكي يا متل ما قال استاذ وريد بالجنوب او بتشوف ما كان بشكل الادارات يعني اذا حدا عنده مخالف وعنده ملف وعنده شيء بقى بتاعه منخلص لك اذا بقى بتتسجل الى ما هنالك بيكم شو انتخابيا هذا منعرفه يعني باللبنان كتير بتصير كتير بتصير على مستوى بالمفاتيح الهول هول بيسموه مفاتيح انتخابيا كان على مستوى البلديات على مستوى المختار او على مستوى اعلى شوية يمكن القضاء الى ما هنالك يعني تصور التخوف انه انا بتفهم هاله التخوف هذا لانه هون المسيحيين المرجعوا يعني وقال لها بغالبية اذا بدي شوف البقية التواقف لا عندهم عودة صارت تمت العودة الى ضياعهم ولكن البعض منهم بقيوا ببيروت لأسباب اقتصادية اجتماعية مش لأسباب سياسية اذا بدي او هواجس ما بديوا الامنية بس ما اتنعوا مثلا خدش شوف بعض المسيحيين مرشوا عشو هلأ استقرب هلأ في قصم منها اقتصادي في قصم منها لا ما انه اقتصادي مثل ليه يجروا لبرة يعني كمان يستقروا في بعض في ناس عندهم بعض هواجس على المستقبل لانه نحن ما خلصت الحرب بلبنان من بعد التسعين ما خلصت استقر الوضع سياسيا جملت بطرق اخرى ما استقر استقر اقتصادية ما استقر بيقولوا ادر هالبلد انه دائما يكون عنده نوع من عدم الاستقرار مرة امني مرة سياسي مرة مذهبي يا والله قدروا انه دروس سياسيين هاكي يحافظوا على يستمروا بهلاء استقرار ما احترام الاكترين للبعض منهم الاكترين منهم بس لا في حالة لا استقرار نحن مسؤولين عنها نحن تصدقون وقت لي بتقول ليش هنه مسؤولين عنها وتأثيرات الاقليم يعني طول عمرهم بالبداية بيقولوا انه المسيحيين تخبوا بالدول الاوروبية مانا نحن البلد الوحيد الصغير بالمنطقة لا بالمنطقة ولا بالعالم في كتير بلدين صغيري عم بحكي بالمعنى الجغرافي الجغرافي والديموغرافي والخدير السياسي والدور السياسي اللي مونالي ولكن ولكن اه اكيد كل بلد له وضعيته الجيوسياسية المختلفة عن الآخر ولكن نحن بوضعيتنا الجيوسياسية لا نحن فينا نأمن حد قدنا من الاستقرار السياسي ولا مش طبيعي اذا بتشوف لبنان بعد 2005 بعد ما فعله الجيش السوري انه لا ما تحسن وضعه تدهور وضعه لبنان اه اكيد على كل المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماع كان فيه مايسترو بس راح المايسترو ضعت الفرقة الموسيقية فينا اه انه اذا بدك تطلع التقرية هيك ايه انه كان السوري ضابط الوضع من بعد 2005 يوم ما بتعتبر انه فيه حدا اخد محله للنزام السوري حزب الله لا هلا حزب الله اذا ما بتعزي حزب الله هلا حزب الله عم يضبط الوضع اكتر خليني بس بدأ ارجع عم نسبق عم نسبق على الموضوع بس بدأ قصة الانتخابات بريبريك استوقفك طريقة استقبال الوزير جبران بسين برحب الشوف خليها نشوف كاريكاتور كتير طريف لجريدة اللواء تحت عنوان جملات يرحب بزيارة بسين للشوف رسم جملات قائلة نحن مرحب ولغيرنا يرهب من تخيف زيارة الشوف او يعني التقارب ازا باتيقول بين الاشتراكيين وطير الوطن الحر مش المقصود لوح البنانيين والشي ما فينا اول شي خلينا انا مالاش بعلق على كلمة التقارب بعد ما تم التقارب يعنو انا مبارح سمعت الوزير بوفعور مبارح على احدى محطات التليفزيون يعني واتفجأت بهالخطاب اللي برم يعني تسوى وهيك غير اتجاهه 180 درجة بكل معنى الكلمة يعني مش 160 هذا زكاء زعيم الاشتراك دائم 180 درجة تغيير اليوم هلأ انا بفهم ليش بفهم ليش يقرأ بس بهذا ما بيعني انه عم بيرهب القوات اللبنانية اذا حضرتك عم تقرية لا هيك هيك نقرد يعني مش بس بهذا الكاريكاتور طبيعي من الطبيعي ان تقرأ بهذا الشكل لانه القاعدة الشعبية فيه اشوف هي جنبلطية قواتية المسيحية بغلبيتها عشان هيك يعني لم يكن يستطيع ان يوصل اي من مرشحينه الى منطقة تشوف بالتالي مش ترهيبة لكن انا بتفهم او شي انا كنت ضد من جماعتين الاسبوع اللي صار التوتر اللي صار مش مكان مكان بمحله ابدا لا بكلام الوزير بسيل ولا بردود الفعل الكبير اللي صارت علي يعني كنت في انه خلو يوضح فكرته للشخص فاللي صار انه متل ما قال وزير الفعور ووضح فكرته وكذا بس برامت هون بس انا بفهم موقف الطيار حزب التقدم الاشتراكي وتحديدا وليد باك جنبلات لانه ما بيقدروا يعيدوا العهد عهد ببدايته بعده باول سنة ما مش من مصلحته ابدا مش من مصلحة اي طرف انه يقفوا بوجه واللي بيقفوا اليوم بوجه جبران باسيل بيكون عم يقفوا بوجه العهد يعني ما عم بتحمل ما عم بتحمل هذا الاستقبال وهذا اللقاء اكثر مما يحتمل يعني بس فقط لا 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 مش رابط لا لا مش رابط بعد امت جسور كمان وغمز من الانتخابات المقبلة يعني بعد ما بلشت اذا عم تقصد تحالفات بعد ما بلشت التحالفات عشان هيك بتشوف في كل الاطراف اليوم تقريبا ماد جسور مع الكل بس سناء اذا بدك اكتر توطر موجود بالساحة للأسف وبين القوات لبنانية والطيار الوطن الحر نعم عودن على بد ما بده العودن على بده ولكن في توطر في توطر اجت فترة الوات لبنانية تخفيه اليوم صارت عم تحكي فيه انه لا عم تحكي فيه لا اصلاحه ممكن يوصل الى الاستعالة هذا طالما اشرت الى هيك بين قوسين استعالة كيف يعني استعالة الوزراء وزراء القوات من الحكومة لا الدكتور سامير راجع انا ما عنديش معطيات ماني بالحزب الدكتور سامير راجع قال انه شوف بناسب القوات اليوم تكون بارات الحكومة اكثر لا انا من الاساس يعني منذ اذا بدك منذ ال91 مقاطعة ال92 لانتخابات النيابية انا ضد انه اي مقاطعة للسلطة لانه اي خروج من السلطة هي خروج من اللعبة السياسية الى في البعض بيشوفوه انه خروج للعودة اقوى الى اللعبة السياسية شافت بارحانية التجارب السابقة انه لا اللي بيظهر من اللعبة السياسية بيتأخر ما حدا لا ما حدا في يلغي حدا ولكن بيتأخر وبيخسر كتير فايدا دفعت تمن القوات لبنانية يعني بالتسعينات خليني بس اختم الانتخابة يعني على مر السنوات معروفة ساحة المسيحية انتخابيا هي الاكثر حيوية وربما المعارك تختصر فيها اليوم اي معيار سيحكم خيار النخب المسيحي من يعني اقصى الشمال لا اقصى الجنوب مرورا بالوسط والجبل هيك اليوم الشارع المسيحي اذا بدك انا هيك نبض الشارع المسيحي مثل ما انا شايفه يعني شخصيا انبسط بالبصالحة المسيحية المسيحية وكان مستعدوا انه يصوت لأكتر واكتر ولكن اليوم بعد سنة وبسبب التوتر الموجود الحاصل بين اثنين الشارع المسيحي بغلبيته مش عم بيحكي المحاذب هون المحاذب هون ما بقيتم شجع يصوت لهالتصويت هلا اصلا ما راح يكونوا على نفس اللائحة اذا بدك خاصة خاصة بالشارع المسيحي لانه وسألت عم تسألي عن شارع المسيح لا اصلا انا على وين السيادة بعدها تقلق هذا الشارع يعني على وين السيادة الاستقلال يعني دائما كانت مقصل بخيارات كل طيار شي سترولا طيار الوطن الحر اكيد ما بتناسبه شارع طيار القواد لا السيادة بالمطلق اليوم للسيادة مين في مسألة حزب الله وهيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية هذا موضوع سيادة هذا ملف ايه انه بيستخطب هيدا ملف بيلفط خاصة وانه هالهيمنة هيمنة حزب الله وسططه على اذا بدك قوته باللعب السياسي اللبنانية صارت اكبر بكتير يعني منذ نهاية العهد رئيس ميشيل سليمان خلال سنة ثانية ونص الفراغ واليوم خلال سنة سنة الأولى للعهد شافوا اللبنانيين انه قدرة حزب الله صارت اكبر على الساحة اللبنانية بانه صار هو البقرر صار هو بقرر عسناك انا ممكن مرة قلت عندك هون انه يعني بتصور غالبية المسيحيين وغير المسيحيين بيشوفوا ان نحن نعيش في دولة جمهورية في جمهورية اسلامية غير معلنة بمعنى السياسة الكلمة ولكن الشرع العونة مقتنع بسوابية هذا الامر يعني ما بيشوفي غلط بس عملك انه في كتير ناس شايفينها هاك بمعنى القرارات الكبيرة استراتيجية بحددها بقرر الحزب اذا ما قررها ما بتمشي واللي قالوا مبارح الرئيس روحاني من يومين ثلاثة يعني كمان بيزيد هالهواجس بيزيد هالهواجس لانه انه لانتخاب قرروا الحزب سلسلة حتى العطدة واخضر الحزب مشيت باركت الجرود لحد اليوم في علامة استفهام كبيرة عشنيها معك هون بتصور انه لحد اليوم يعني في يعني بقيت نقطة سودة بهالمعركة هيده نقطة سودة للعهد رحيترجموها الهواجس بصندوق الاقتراع هلأ بصندوق الاقتراع هوني ما بقيت خاصة بالمسيحيين واللبنانيين لبنانيين للأسس لأ المسيحيين رحيترجموها خيار مختلف بصندوق الاقتراع ما اقولك ما اقولك هوني هوني تمتسل الوقات العنوين السيادية الكبيرة بيشوف الواحد اذا وصل له تليفون او وصل له عيار ماي بصريع التعبير شخصاني بلا الخدمات بسلت الخدمات عشان هك دكتور جعج اعترح بخطاب الديس الشهداء بايلول الماضي تصوته لمشروع سياسي وخطاب كتير حلو خطاب كتير حلو وفيه كبر وفيه اذا بدك بستعمل كلمة حضارة سياسية فيه هك حضارة سياسة على المستوى السياسي ولكن على المستوى الشارع اللبناني بغير محل غير محل لبناني هو مش بس المسيحي مش بس المسيحي عشان هك اذا بتشوف يعني في كتير ناس كانت اسهمهم متدنية في مناطقهم الانتخابية اليوم ارتفعت اسهمهم في مناطقهم الانتخابية هن بالسلطة بيقدروا يعملوا خدمات هل معنا بتروح على حزب الكتائب لأن هلأ منوا بالسلطة لا لا في عنده حضوره بمناطقه في عنده حضوره هلأ أنا من شاغل يعني ما عم بشتغل منه اختصاص الانتخابات ما عم بشتغل الاستفقات او الصنداج الصنداج اللي عم بصير بس يمكن الكتل اللي عنده اياها يمكن ما يحصل عليها ظاهر انه بسبب الخيار السياسي اللي ااخده يعني في في بالانتخابات اللي جاي في خلط طلع حيصير للكتال مش مش على اسس 8.14 هذه المرة ما بقى في 8.14 ما بعتقد لا ما رح يرجعوا يصطفوا سيما الخطاب السياسي بعده موجود يعني اذا بتقري الخطاب السياسي للكتاب الخطاب السياسي للقوات والخطاب السياسي لطيار المستقبل معانو بعده نفس بعده عم يحترم ربدا ما هو ذاته بس ما بده تنسيق بأي تكتل سياسي او اي اي هاكي تحالف سياسي بده تنسيق طب وانا ده انه انا نحنا عنا ذات العناوين بس ما منوع ما بعده على ذات الطاولة لنسق الانتخابات لانه بعده بعده او الكبه السياسي كيف بده تكبر كيف بده تنشأ من خلال الانتخابات لانه صندوق الانتخابات هلا حيتم التنسيق لحد اليوم مش مبين انه بين هالأفرار اي هال يعني كل هذه التطورات على مستوى 8 درجة الشي يعني معانو الرابط الرابط يمكن اقوى لانه في سلطة عنده سلطة التطورات هذه بميل و يعني الغيوم التي تتلبت في زماء المنطقة على خلفية الكباش الامريكي الايراني بميل اخر اليوم موقف او تغريدات وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج الثامر السبهان واللي هي مثل اول انتقاد من نوعه مثل معالج جريدة اللواء لصمت الحكومي والشعب في لبنان ازاء ممارسات حزب الله هذا الموضوع كمان استحوذ على اهتمام الصحف جريدة الديلي ستار اعتبرت ان هذا الموقف يعكس نفاذ صبر المملكة العربية السعودية ازاء الموقف اللبناني يعني الصمت اللبناني رسميا وشعبيا هل يمكن ان نقول ان بهذه التغريدة مفصل ام انها بسياق بدأ منذ فترة اول شي لا اخر جوابا على اخر جزء من السؤال لا هي جاي بسياق انا برأيي جاي بسياق يعني منا مفصلية السياق صار له له فترة طويلة يعني عم نشهده بنظرة المملكة او بحكم المملكة بين قوسين للأداء السياسي للطيار اللي هو قريب منها وتوقعت منه ان يواجه اكتر حزب الله وتوسع نفوزه في لبنان وغض ومسألة تدخل في سوريا الى معون عليك هاي دي شفناها بخلال المحطات كتير يعني وتطلعت الرارات المملكة العربية السعودية تحذر رعاياها وقت اللي صارت مسألة ملف السعودية اجت بيّنت اكتر وقت انتخاب الرئيس ميشيل عون يعني اتخاذ خيار ترشيح الرئيس عون الى العماد عون الى رئيسة الجمهورية نعم ولكن اخر موقف له ولكن انا برأيي المملكة العربية السعودية اذا بمرحل من المراحل تفهمت انه عصيم احنا خلينا نلملم الوضع اللبناني نحافظ على استاتيكو ولكن هل انا برأيي المملكة عم تسأل هل تم المحافظة على استاتيكو بالمعنى موازين القوة في الداخل اللبناني انا برأيي شافت انه لا لم يتم المحافظة على استاتيكو هيدا صار طابش الميزان لصالح حزب الله هل هشي هون عشان هكذا عم ترتفع ترتفع نبرة المملكة العربية السعودية من خلال تغريدات المزيد يعني اعتبرت انه في بجزء كبير منها عتب على على الموقف طيال المستقبل تحديدا يعني مع انه باخر فيديو وقتلي التقوا المسؤولين سعوديين اللواء اشرف ريفة كان الموقف معاكس تماما انه كان تمسك برئيس الحريري وبي معاكس موقف رئيس رئيس مستقر أنا ما قالت انه المملكة اخذ الموقف او بتحمل المسؤولية كلها سوى لطيار المستقبل بها الموضوع هذا لا اساسا هي عطيتهم ضوء اخضر لا يمشوا بالتسوية نعم هذا هنا السؤال 100% وهذا واضحة كان في ضوء اخضر انه مشوا بالتسوية للحفاظ على استاتيقب البلد لحماية البلد اكتر اكتر لان البلد عم يفرض من الداخل يعني انه مش بس المسائل السياسية انه في مسائل اقتصادية ومالية واجتماعية وإلى ما هنالك ولكن اللي صار من بعد سنة من العهد اليوم نحنا بذكرى السنة الأولى للعهد شايفت المملكة انه لا الميزان منهم لم يتم المحافظة على استاتيكو شو ممكن تعمل إذا ذلك بالتالي هلأ هون السؤال هون السؤال أنا برأي المملكة ما عندها وراء بالداخل اللبناني مملكة ما عندها إيران وعندها ميليشيا وعندها حزب وبتزوده بسلاح وصواريخ ومال وإلى ما هنالك ولكن المملكة هلأ متزعم العالم المملكة هلأ متتزعم العالم العربي تقود العالم العربي والعالم العربي بغيلي بيته في مواجهة مع إيران إيران اللي هي دائمة حزب الله بالتالي أنا برأي الخطوات تبعها أو الاهتمامها بلبنان اللي حيكون جزء هون بتجي تغريدات الوزير السبهان بهالإطار هيدا هي جزء من الشحن الجديد السعودي الجديد ضد إيران الذي يتماشى مع القرار الأمريكي اللي بتخذ بالأسبوع الماضي واتعبر عنه يتم التعبير عنه بقرار بقرار العقوبات على إيران وارجع الكونغرس صوت عليها وعقوبات على إيران وعلى حزب الله وإلى ما هنالك بهالإطار هيدا الدولة والأقليمة بتجي مسألة اهتمام المملكة العربية السعودية بلبنان ولا ما عنده وراء أخرى هلأ في مسألة الانتخابات؟ بشك المملكة العربية السعودية عندها خشية كبيرة إلى ما ستفضي إليه نتائج هذه الانتخابات هل ستؤدي إلى السيطرة أكبر لحزب الله؟ هون بتصير دستورية في مجلس النواب ستكون المسألة أصعب عليها بأي حال العلاقات المتردية كتب عننا صلاح السلام بيقول بحديث مع وزير خليجي قال أنهى الوزير الخليجي النقاش طويل عن تداعي ترد العلاقات العربية على بلدان المنطقة وخاصة العلاقات الخليجية مع عدد من الدول العربية لسيما لبنان بالبيت علينا أنه شاء المزيد من الترد بالعلاقات أما أن هذا الموضوع مع المملكة السعودية مع الدول الخليج بشكل عام لا أنا برأيي لا طريق التصرف الكوة اللبنونية من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة للحكومة يعني باستثناء حزب الله لأن الرئيس برري كمان منه بهذا التواجهة الرئيس برري كمان مساهم إيجابا بالحفاظ على علاقات جيدة مع بين لبنان ودول الخليج عشان هيك أنا ما برأيي لحت الدهور أكتر لنفترة الدهورت كتير ما بتصور بالدهور أكتر خاصة وأنه هالمسألة ليست من مصلحة دول الخليج أيضا ما ننسى يعني دول الخليج بالماضي أخطأت عندما أدارت ظهرها إلى العراق دول الخليج أخطأت عندما أدارت ظهرها في القريب في الماضي القريب إلى لبنان دول الخليج أخطأت عندما أدارت ظهرها أنا في مرحل من المراحل إلى مصر الخارجة من ثورة ومن نظام ومن قلب نظام جديد ومن التوتر وحالة لا استقرار سياسي وتدهور اقتصادي واجتماعي إلى ما هنالك لا هنا وعيه أنه ما فينا نضير دهنا لا مشكلة نقول نحن نحن مش موا فينا عم تعملوه فإذا ما متعامل معك ما متعامل معكم إذا عم نتوفه اليوم بالعراق العودة السعودية عم تسميها العودة السعودية إلى العراق وعودة العراق إلى الحاضنة العربية من خلال الاتفاق اللي صار اتفاق التنصيق بين المملكة والعراق تأختم هذا المحور باللي كتبه مصطفى ناصر بجريدة الاتحاد بيقول أنه لبنان سينعم بالهدوء بفضل العقل البارد لأهل الحل والربط لأن دور لبنان اليوم كمحطة إدارة المعركة في المنطقة من سوريا إلى اليمن هو الأهم وليس هو محطة المعركة كما كان في الماضي يعني لبنان اليوم إلو دور للبنان الساحة بتتوافق وبنعم أولى لنأخذ بريك ونترك وقت للمواضيع الباقي إلو دور انطلاقة من قوة حزب الله اللي صارت أقليمية قوة حزب الله ولا إرادة أقليمية ودولية إلو دور بمعنى أن الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية لبنان الدولة والسلطة يكون إلو دور بالمنطقة لا لبنان ما بيقدر يكون إلو دور بالمنطقة ولكن حزب الله إلو دور بالمنطقة إيه إذا عم يقصد حزب الله أنا بوافع يا لحظات ونعود